السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي ترابط وطلبات الصف الثالث الاعدادي اهلا بكم في قناة مستر محمد وان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض التدريبات يونتين الوحدة العشرة من كتاب بيت باي بيت للصف الثالث الاعدادي عندي هنا تدريبات on lesson one and two page 166 صفحة 166 من كتاب بيت باي بيت سؤال الاول تستخدمها عشان تشوف الاشياء البعيدة طبعا دي اسمها ايه التليسكوب نمبر تو هي آلة في الفضاء بتلف حوالي الارض عشان ترسل وتجمع معلومات طبعا دي هي القمر الصناعي نمبر ثري is a large space craft هي مقوق فضاي او سفينة فضاء where people live بتعيش فيها الناس وتعمل and work طبعا دي اسمها space station محطة الفضاء نمبر فور A or N is a person who studies something careful هو الشخص اللي بيذرس حاجة بحرث دي اسمه الباحث researcher نمبر five is the force which attract these things or people to the center of the earth هي القوة اللي بتجزي بالناس والأشياء اللي منتصف الأرض دي الجاذبية gravity اوكي يبقى هنا gravity يعني الجاذبية نمبر six is a person who travels into space هو الشخص اللي بيسافر للفضاء طبعا دي اسمه الاسطرونوت اسطرونوت رائد الفضاء نمبر seven is a scientist who studies stars هو شخص بيدرس النجوم and the planets والكواكب يبقى دا علم الفلك astronomer astronomer اوكي نمبر eight is a piece of glass هي قطعة من الزجاج used in cameras بتستخدم في الكاميرات on glasses والنظارات that can make things look bigger or smaller بتخلي الأشياء تبدو صغيرة أو كبيرة طبعا اسمها لانس العدسات اوكي نمبر nine رقم تسعة congratulations you have won the competition مبروك انت فوزت بالمسابقة win here كلمة win هنا has the opposite meaning of لها مع عكس او تضاد كلمة lose يخسر يبقى win يفوز ولوز يخسر نمبر ten is going to retire هو هياة قاعد the word retire here means كلمة retire هنا معناها ايه stop working معناها توقف عن العمل نمبر eleven the antonym of the word interested يعني تضاد كلمة interested مهتم تضادها هو كلمة uninterested غير مهتم نمبر twelve the synonym of interested تراضف interested مهتم هو كلمة keen يعني متحمس يبقى interested مهتم و keen متحمس نمبر ستين I visited an ancient temple yesterday زرت معبة قديم أمس the antonym of ancient تضاد كلمة ancient هو modern يعني قديم ancient و modern حديث نمبر fourteen the verb understand الفعل understand يفهم gives the same meaning as the verb يدي نفس معنا الفعل ايه يبقى understand يفهم where lies يدرك او يفهم برض نمبر fifteen the antonym of the word force تضاد كلمة force القوة هو ايه الweakness الضعف نمبر سكستين we can add the prefix ممكن نضيف البداية ايه to the word scope لكلمة scope to means an instrument عشان يبقى معناها آلة او أداة that makes distance things near اللي بتخلي distance things الاشياء البعيدة قريبة يبقى هدف لها ايه tele يبقى telescope يعني التليسكوب نمبر سبنتين we add the prefix بنضيف البداية ايه to give the antonym of the word accurate عشان اجيب تضاد كلمة accurate يبقى حط لها ان يبقى inaccurate يعني غير دقيق نمبر اتين to give the opposite of the adjective popular عشان اجيب عكس كلمة popular we add the prefix بنضيف البداية ايه un تبقى unpopular نمبر نينتين the verb research الفعل research يبحث is turned into noun بيتحول الى اسم for a person اسم شخص by adding the suffix بيضافة اللاحقة er يبقى researcher اللي هو الباحث نمبر 20 we use the suffix بيستخدم اللاحقة a with the word science مع كلمة علوم to refer to a person عشان اشير الى شخص يبحث لها is t تبقى scientist عالم 21 the best cameras افضل الكابرات have good فيها good ايه that lets in the correct amount of fight اللي بيسمح لك بكمية ضوء مناسب طبعا lens عدسة او العدسات اه number 22 عزة بتحب تدرس النجوم والكواكب this means she wants to be ده معنى ان هي عازة تكون ايه عازة تبقى علمة فلك يبقى astronomer astronomer 23 23 my school is near مدرسة قريبة but my brother's university ولكن جامعة اخويا is very far بعيدة في تنقض هنا هو ما درسته قريبة وجامعة اخوه تبقى بعيدة عشان فيه بط 24 24 I could see the stars in the sky very near انا استطعت اشوف النجوم في السماء قريبة this means I used ده معنى لانا استخدمت ايه استخدمت تيليسكوب number 25 this picture shows the sun and the planets that go around الصورة تبتبين الشمس والكواكب والنجوم اللي حواليها او الكواكب اللي حواليها this means it shows ده معنى هي بتبين لي ايه المزام الشمسي او المجموعة الشمسية وهي solar system اوكي هنكمل مع بعض يا حضرات حل تمرين القواعد اللي عندي وهنا كان عندي قاعدة present perfect زمن المرارة التام خلنتتني من الاول والنهار ده ان شاء الله هلحل عليه مع بعض عندي هنا تمرين كتير اهيه صفحة كام 172 مية اتنين وسبعين من كتاب بيت باي بيت السؤال الاول هنا اكيد في اسئلة تانية هي يبقى هنا صفحة 171 171 هي بقى do her homework for two hours she hasn't finished yet ما خلصتش الحد الان يبقى دم دارعتان بمستمر يبقى has been doing يبقى تبقى كده مع بعض has been doing ليه عشان هيو الحدث لسه مازال مستمر she hasn't finished yet ما خلصتش الى الان number two omar read a new story for an hour he's still reading now مازال يقرأ الان يبقى omar the a has been reading يبقى مضمدار تم مستمر عشان هو لسه ما خلص الحدث مازال مستمر يبقى هنا omar has been reading ok number three i be to this restaurant before is it good yes it is يبقى هنا i haven't been انا مروحتش المطعم ده من قبل هل هو كويس i haven't been ok number four they study english for three hours now وبيذكروا انجلش لمدة ساعات لمدة تلس ساعات الان يبقى دم دارعتان مستمر يبقى they have been studying they have been studying يعني هما ما زالوا بيذكروا لمدة تلس ساعات الان number five i visit this restaurant three times this week انا زلت المطعم ده تلس مرات في الاسبوع ده i like it انا ركزت على عدد مرات حلوس الفعل فبستخدم المدارة التام يبقى i have visited i have visited ok number six have you never driven a car طبعا في السؤال بستخدم ever يبقى have you ever يعني هل سبق لك انك كنت سيارة number seven what have you been بعدها الفعل في ing what have you been doing at this school number eight has she ever has she ever been تصريف تالت بعدها has have she ever been to as one هل هي زهبت الى as one تعال هنا في number nine my grandfather jaddy has never تصريف التالت من drove driven يبقى has never driven اقوى يعني ما كانتش سيارة خالص number ten داليا has watched the dishes for a long time now she hasn't finished yet لسه ما خلصتش لحد دلوقتي يبقى she has been washing هي بتغسل هستخدم مدرع تم مستمر she has been washing عشان هي she hasn't finished الحدث لسه ما كنا مالش number eleven have you never used a telescope طبعا هنا انا هستخدم ever عشان بستخدم ever في السؤال عن الخبرات يبقى have you ever used a telescope هل سابق لك انك استخدمت a telescope number twelve what have you been studying هنا been عشان بعدها في تصريف التالت يبقى what have you been studying have أو has وبين والفعل في ing لإسمه مدرع تم مستمر number thirteen رقم 13 I miss you so much I haven't seen you انا افتقدك كثيرا I haven't seen you انا ما شفتكش four years four years من السنين عشان جبت هنا four years number fourteen expertise have been الخبراء have been trying بيحاولوا الله اي اني جي عشان مدارع تم مستمر to solve a problem of global warming four years global warming رحك بس الحرق number fifteen I have been knowing my friend my friend my friend four years I have known هنا I have known بس هنحشبين وخليها نون عشان يبقى مضارع تام بس عشان ينقبلك four years لمدة السنين have you solved the problem هل حلت المشكلة yes I have solved it yesterday ادك يسترددي هنا رئيس يبقى انت كده مطالب انك تستخدم الماضي البسيط يبقى I solved it بس I solved it yesterday ok number seventeen I had lived in Cairo since طبعا هنا هستخدم عشان since مضارع تام يبقى I have lived I have lived انا عشت في القاهرة وما زلت اعيش منذ سنة الفين وخمسة number eighteen we have played all night هنا ادك all night طوال الليل معنى الحدث مستمر يبقى we have been playing we have been playing يعني ما زلنا لعبنا طوال الليل كنا بنلعب طوال الليل number nineteen how long have you been sleeping كم مدة كنت نايمها قال له all day طوال اليوم number twenty we have finished painting the house yet يعني احنا ما خلصناش دهان المنزل ده حتى الان هنا في يتي حضراتي يتي دي باستخدمها في النفي والسؤال يبقى لازم and have وخليها haven't يا مستر يبقى we haven't finished we haven't finished painting the house yet twenty one واحد وعشرين دنيا do her homework for two hours now الآن يعني بتعمل ما جيبها بقى لها ساعتين دلوقت يبقى استخدم مضارقة مستمر يبقى has been dying يبقى has been dying okay okay 22 22 22 okay at last اخيرا I solved the problem طب I have solved it انا حليت المشكلة I have solved يعني هو لسه حللها منذ فترة قصيدة 23 23 how long have you wearing يبقى هنا been عشان هنا قلنا بنجيب have and has will been والفعل في in g في زمن المضارع التام المستمر 24 24 هبا هبا عملت فستين طبعا هنا سنس عشان نستخدم سنس قبل التاريخ ومعناها منذ okay طيب عندي هنا زمن الماضي التام الماضي ايه التام okay تعال هنا نشوف تدريبات على زمن الماضي التام اللي هو هاد والتصريف التالت وهنا عندي صفحة وان هاندرد سبنتي فور صفحة مية اربعة وسبعين السؤال الاول يعني الناس اعتقدت او صدقت او امنت بافكار طيب بص كده حضراته عشان تريح نفسك في موضوع الماضي التام ان انا بستخدم الماضي التام مع الحدث اللي حصل في الاول يكون لدي حدثين في الجملة حدث حصل قبل التين الحدث اللي حصل في الاول ده باستخدم له الماضي التام لو هادو التصريف التاني الحدث التاني يبقى ماضي بسيط يبقى انا عندي افطر بجيب بعدها الماضي التام نمبر دو طبعا عندي انتل بجيب جدامها الماضي بسيط منفي بعدها الماضي تام يبقى هنا هنا ديدنت نو يبقى هنا ديدنت ايه نو ديدنت نو اوكي افطر بعدها الماضي التام بعد ما جمعنا المعلومات الدرورية نمبر افطر بعدها الماضي بسيط و لكن ماضي التام نمبر فايف رامي تايد his room before he started selling طيب هنا started اهيه بعدها الماضي التام بعدها الماضي بسيط قبلها الماضي التام يبقى رامي هاد تايد هاد تايد اوكي نمبر سيكس مالك ديدنت وانتو ستاعد ريدن زبوك انتل شي بريبير دينر يعني مالك ديدنت وانت لم تريد ان تبدأ القراءة الكتاب انتل الا لما هي عدت العشاء يبقى هنا انا بجيب بعد انتل ماضي تام وقبلها الماضي بسيط ما مفاهول هو ديدنت يبقى هنا هاد بريبيرت هاد بريبيرت اوكي نمبر سيفن رقم سابعة يسردي i go to the club after i had finished نمبر يسردي يبقى هنا ونت على طول بريبيرت بريبيرت نمبر ايت انا مبعدتش التقرير until i had revised الا لما رجعته يبقى بعد until بريبيرت التام نمبر نمبر he does his homework by the time he slept يبقى he had done عمل الواجب لان بيزة بستخدم قدامها قبلها الموضي التام يبقى had done بعد كده الموضي بسيط نمبر بعدها الموضي البسيط قبلها ايه الموضي التام لما سأل في الموضي التام ببدأ بhad يبقى هاد خلصت الواجب قبل ما تروح السينما نمبر هاد ريفايز اوكي نمبر ستين رقم تلات اشر هل تأكدت ان العربية امنة قبل ما تبدأ الرحلة نمبر فورتين بعدها موضي بسيط قبلها موضي تام يبقى هنا عند المساعد هاد ماذا فعل قبل قبل ترجع البيت نمبر ففتين يبقى افطر هنا علشان افطر هي اللي بعدها الموضي التام يبقى افطر او تمشي برضو نمبر ستين داليا فاتها الكطار بقى داليا فاتها الكطار بقى هي هاد يبقى هنا هاد لان بعد موضي التام يبقى رقم ستاشر هتبقى هاد نمبر سبنتين كمال قبلها موضي بسيط يبقى هنا يعني ما راحش الاسكندرية لم يازحب الاسكندرية الا لما حجز شق هزير هناك نمبر اتين بفور بفور وانا بفور وافطر في حالة غياب الفاعل بعدهم بنحط الفاعل يبقى بفور فيزيتينج قبل ما زو صديق اشترت له هدية قيمة يبقى انه بقى فيزيتينج نمبر مينتين رقم تسعت عشر انا ما اشترتش السيارة شديدة إلا لما حصلت على المال يبقى بعدها الماضي التام يبقى هاد ايه جت نمبر 20 قبلها ماضي تام يبقى هاد لفد هاد لفد اوكي 21 انا اشكو صديقي لانا بعد باستخدم الماضي التام يبقى هاد هل باستخدم ماي فازر الصديق اوكي نمبر 22 كتبت رد على الاميل طبعا مرفحش بعدها 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 بعد ما اريد بعد ما استلمت 23 23 24 24 24 24 24 22 didn't have lunch انا ما تناولتش الغداء till I had returned الا لما رجعت البيت طبعا هنا عايز التصريف التالت بعدها before lift home طيب احنا قلنا before وافتر في حال تغيير الفاعل بنحط الفاعل هنا معدش فاعل يبقى leaving after had seen طيب برضو افتر هنا ما فيش فاعل فاعل حط الفعل وابقى بعد رؤية الحارس اتصلت بالشرطة. كده هنحل مع بعض. امتحان على الدرس الاول والتالي الوحدة العشرة. اوكي. جبنا كده مع بعض صفحة مية ستة وسبعين سؤال المحاسة فنيزة بتكلمه عن تجارب في الحياة خبرات في الحياة. اهلا دنيا انتو كنت فيه. ده معكيد اقول لها اه انا كنت في مكان. بس انا ايه ما عارفش المكان. فهنزل تحت قال لك في الدرد الرياضي. يبقى هي I have been at the sport club. انا كنت في النادي الرياضي. سألتها سؤالت لها I play. انا بلعب سكواش زير. بلعب سكواش هناك. يبقى what sport do you play زير. اه الرياضة تلعب بها هناك. اه الرياضة التي تلعب هناك. يبقى what sport ما الرياضة do you play. اللي انت بتلعبها. زير هناك. ات لها جريت رائع. وراحة سألتها سؤال ات لها I know I have never tried an unusual sport. انا عمري مجربت رياضة غريبة. يبقى have you ever tried an unusual sport. هل سبق لك tried وانك جربت an unusual sport. رياضة غير عادية. قلت لها have you ever entered the competition. هل سبق لك انك دخلتم سابقة. هتقول لها yes I have. نعم دخلت مسابقة مثلا. yes I have. yes I have. can I join you next time. هل ممكن انضم اليك المرة الجاية. طبعا هتقول لها yes of course. او yes sure. yes of course. بعد كده عندي سؤال. read and complete the tickets with the word from the following list. Neil Armstrong was the first person. كان اول شخص. to walk. first. قونا التعبير ده. was the first one. او زا كان دوا بعد كده طول مصدر. يبقى to walk. كان اول واحد يمشي عالقمر. يبقى هنا to. to walk. to walk. he was an american can american astronaut. يعني رائط فضاء امريكي. neil armstrong landed on the moon on july 20 1969 in a small small a small spacecraft space craft. يعني في محقوق فضاءي. which was launched to the moon by rocket. he had traveled to the moon before as a astronaut's travel desire. traveled. زير. لاني بقى عند before بجيب ماضي بسيط. ما تطلق بطش. ماخدش هات. ليه? عشان before بعدها ماضي بسيط. بعد كده سؤالة شوز. اوكي. is an instrument هي قالها designed to make distant object and bear closer. عشان تخلي الاشياء البعيدة تبقى قريبة. طبعا دي اسمها التليسكوب. التليسكوب. number two. ازا ماشين هي قالة in space. في الفضاء. that goes around ازا يرسي بتلف حوالين الارض. يبقى دي اسمها sata light. sata light. الكامر الصناعي. number three. the prefix gives the adjective of the verb live. البداية ايه? بتديني الصفة من live يعيش. يبقى بتديني الصفة من live. يبقى alive. يعني على قيد الحياة. طلها ايه تبقى alive. I am going to complete. complete يعني هتنافس. in the trace. انا هتنافس في المسابقة دي. we use the suffix. بيستخدم اللحقة ايه? to get the noun of complete. عشان اجيب الاسم من compete with a competition. يعني مسابقة. okay? number five. this is the same shirt you like. ده نفس القميص اللي انت بتحبه. it isn't from it. it isn't ايه? انه مش different. مش مختلف عنه. the moon moves around the earth. القمر بتلف حوالين الارد. the verb moves. الفعل moves. around here. معناها ايه? stops. arbitz ينفجر او يصور. يحفظ. طبعا هي arbitz يعني يدور. سؤال تصحيح الخطأ. احمد. يبقى هنا ركز على عدد مرات حلوس الفعل. يبقى ما استخدم المضارع التان. يبقى has red. has. والماضي من. تصف تات من read red. هي زي ما هي. ولكن يبقىها red. number two. رامي had tidied his room before. رامي رتب حجرته. before he started. بعد before الماضي البسيط. يبقى started. number three. i don't send the report until i had received it. revised it. بعد until الماضي التان وقبلها ماضي بسيط ما فيه. يبقى i didn't send. يبقى هنا didn't send. number four. i haven't. تصرف تات من دوء. done. i haven't done my homework yet. انا ما عملتش واجبي لحد الان. number five. we worked on that project for three months. يبقى. we are still. ما زال لها شغالين في المشروع. يبقى الحدس مزال مستمر. يبقى هستخدم مدارع التاني مستمر. يبقى we have been working. we have been working. اوكي. كده يا حضرات. خلصنا معاكم تمارين الدرس الاول والتاني من كتاب بالبيت للصف الثالث الاعدادي. كان معكم مستان محمد شعبان. واتمنى لكم اطفك جميعا واستناني ان شاء الله علشان نكامل مع بعض حل بها الكتاب. وادمكم في رعاية الله وحفظه.